اشرف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني وتعليم العالي والبحث العلمي سيد سعيد امزازي بصويرة على تنصيب السيد عادل الملكي الذي عينه صاحب الجلال الملك محمد السادس عاملا على اقليم الصويرة وبعد قراءة ظاهر التعيين ابرز سيد سعيد امزازي في كلمة بالمناسبة ان المغرب رفع تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلال الملك محمد السادس رهان تجديد النموذج التنموي الوطني من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتوفير العيش الكريم للمغرب وفق منظور يضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد كما دع جميع المتدخلين والشركاء خاصة ممثل الادارة الترابية والهيئة المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني الى مضاعفة الجهود لتنمية المنطقة وتقديم الدعم الضروري للعامل الجديد